موسيقى بما انه الاحوال سيئة جدا قمنا بدعم الفلاح اولا بمده بالبذور بالمواد الرش بالسماد وقمنا بزراعة المحصول هذا من البقوليات ساعدنا الفلاح قدر الامكان وبالمقابل كمان مدينا بالعمال بالنسبة لكافة اعمال الحصاد والرش هذا المشروع يتميز بالتكامل بين المنظمات الثورية المحلية وجهود المزارعين خاصة وان شريحة واسعة من مزارع الغوطة بات تعاجزة عن تحمل تكاليف زراعة الارض تحت ضغط الحصار هدف المشروع هو كسر الحصار قدر الامكان على المواطن الموجود بالغوطة الشرقية الاسعار غالية جدا لكن نحن ندعم هذه المادة كمشروع لو لو بكسر الحصار ولو بشيء من السعر ضمن هذه الوحدة الانتاجية تم انتاج اكثر من 85 طن من البازلاء وهي تعتبر نسبة انتاج مرتفعة بالنظر الى الحصار وما يخلفه من صعوبات في العمل الزراعي لكن الملفتة هنا هي الطريقة التي يتم فيها تصريف المحصول نقوم الآن باستلام مادة البازلاء من المراكز توزيع البازلاء والفول الحمد لله الاسعار كثير مخفضة ومشكر كل من قام على العمل والمجلس المحلي وكل من يشارك باطلاق هذا المشروع لكسر الحصار مع بداية الموسم وحتى نهايته يتطلع المزارعون الى بيع محصوله بافضل العائدات ليجني ثمرة الزراعة وثمن عمله وانتظاره الطويل اذا هي خطوة فريدة من نوعها جمعت بين المجلس المحلي والفلاح لفك لو جزء بسيط من حصار فرضته قوات النظام على المدنيين في غوطة دمشق هذه المنجد أوريانت نيوز ريف دمشق